السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا المهندس محمد عيسى. أحب أرحب بكم بدورة ريت هات. ريت هات سبعة. بهاي الدورة هنأخذ شهاتين أساسية اللي هي RHCSA, RHCE. زين أي واحد هاي الدورة موجهة لمن؟ موجهة لأي شخص يحب يتعلم RHCSA, RHCE وبالمجان طبعا. يتعلم RHCSA وكل شابتراتها وكل مراحلها. إذن هذه ستكون مخصصة للناس اللي تحب تأخذ شهادة. واحد. اثنين أيضا مخصصة للناس اللي تحب تدخل في مظمار من في مجال الشبكات وفي مجال إدارة السيرفرات. ريت هات تعتبر رقم واحد على العالم بإدارة السيرفرات، رقم واحد بالعالم بالسيكوريتي، رقم واحد بالعالم في متانتها وقوتها. بهذا الدورة حتكون أنت تبدأ وياي من الصفر وننتهي بآخر شيء اللي هو RHCE. تدرس كل المواضيع لهذه الشهادات، كلها حنجيها شابتر شابتر سكشن سكشن، مقطع مقطع. ندرس كل الشي حتى تكون أنت مهيئ. أنا بالنسبة لي أهيئك مئة بالمئة لامتحان هاي الشهادتين، وأضمن لك إذا درستها جيد وركزت معي، هتأخذ الشهادة بأبسط ما يكون. لأن الامتحان، أنا أكثر من مرهان امتحانتها، فالامتحان فيها أسئلة. أنا حاطيك كورس كامل إنه لما تدخل الامتحان حتتضحك على الأسئلة اللي يجيبوها لأنه أنت حتكون متفوق أكثر. يعني الأشياء اللي حاطيك إياها أكثر وزيادة. الموضوع اللي رايدة هات شهادتها كثيرة، هاي الشهادتين هي أساسية لازم تتعلمها في إدارة السيرفرات. R-C-S-A، R-C-E. طبعاً يفيدك أيضاً إذا حبيت تعمل مشروع على Linux Server، يفيدك أيضاً إذا حبيت تعمل سيرفر في شركتك، يفيدك أيضاً إذا حبيت تعمل سيرفر في بيتك مثل ما أنا عاملها. رايدة هات سبعة مهمة جداً للناس اللي تحب تطبق تطبيقاتها أو أشيائها على الـ Network. Network Administration يعني سكشن جداً قوي في الشبكات واللي هي تهم كثير من مهندسين الشبكات. فإذا هذه الدورة ستكون مجانية إليك إذا أنت حبيت تأخذ هذه الشهادة في مراكز، أكو مراكز حسب علمي أنه معترفة من رايدة هات ممكن تبتحن بها، لكن أفرع رايدة هات في الوطن العربي والشرق الأوسط هي في ثلاث أماكن فقط لحد ليغدعك، ألا وهي دبي كدولة عربية، تركيا، إسرائيل، هاي ثلاث دول فقط منحة رايدة هات فيها فرع، أما بقية الدول أي دول يقول لك أنا عندي فرع رايدة هات، للأسف هذا ما يقول الصحيح، لأنه ممكن تدخل، إن تتأكد من كلامي يدخل على موقعهم رايدة هات دوت كوم، وشوف البرانشز الأفرع، راح تلقى فقط ثلاث دول فقط عدها فيها رايدة هات برانش، فيها فرع رايدة هات، لكن مراكز ممكن تكون منتشرة يعني على الدول العربية وشرق الأوسط، ما أعرفاني بهذا الشي، بس أتأكد أيضاً أنه فعلاً يعطوك الشهادة من رايدة هات، يعني لما تروح للمركز وتري تمتحن، لازم تتأكد أنه هذا فعلاً مركز يعطي الامتحانات، أنا بالنسبة لي أهيئك، أسلحك، بالعلم أنت تروح تمتحن، وإن شاء الله ستكون ناجح، بالنسبة للناس اللي تحب تسمع الأخبار، وتحب تطلع على أشياء جديدة اللي أنزلها عن التقنيات، وعن الأشياء الجديدة اللي تنزل بمجال الشبكات لين 2016، أحنا وعدنا جمهور أنه يكون مخصص للشبكات، ممكن تطلع على موقعي، موقع محمدعيسى.com، موقع محمدعيسى.com، طبعاً أنت ممكن أيضاً ترسلني على البريد الإلكتروني في الأسفل، أنا في عندي بريد إلكتروني، اللي هو محمداتمحمدعيسى.com، هذا الإيميل كثير أنا أفتحها، دائماً أتابعها، وفي عندي محمد.عيسى.com، لكن محمداتمحمدعيسى.com أنا كثير يعني أكون موجود فيها، أضف إلى ذلك، ممكن تذهب للمدونة، المدونة ستنزل فيها كل الأشياء الجديدة اللي أنزلها، الفايلات اللي المستخدمة في أي دورة ستكون هي موجودة على المدونة، R-C-S-A, R-C-E. طبعاً سنضيف سكشن آخر، اللي هي المجالة بس بعدنا، لأنه أنا وحدي، ما في حدا يساعدني، فلهذا أعاني من شوية صعوبة في إدارة المواضيع كلها مع بعض. وفي عندنا أيضاً سكشن خاص للدورات، السكشن في دورات فيها بقية لغات البرمجة، والسيرفرات، إذا حبيت أنه أنت تطلع عليها، أو توصي صديقك بها أنه يطلع على الفيديوهات، المهم، في عندك أيضاً على الفيسبوك، عندي بيج خاص، صفحة رسمية خاصة، بس تكتب محمد عيسى، لاحظ، نفس الطريقة، في عندك على اليوتيوب أيضاً محمد عيسى، نفس الطريقة، وفي عندك أيضاً على تويتر محمد عيسى، أوكي، وفي عندك أيضاً عندي جروب مجتمع لغات البرمجة، اللي هي أنا خاصة، يعني أنا عملت هذا الجروب، فيها ناس كثيرين، وأيضاً ننزل بها المواضيع. المهم، لو أنت حبيت، تكمل ويا أنا، عني بالنسبة لي، حاستمر وياك من الصفر ريدهات إلى 100% ريدهات، وجهزك كامتحان ريدهات RHCSA RHCE، نسخة سابعة مثل ما ذكرنا، مختلفة جداً عن نسخة السادسة، فكل دراسة بالنسخة السادسة هتكون مختلفة بالكامل عن سابعة كنمرة تبدي من الأول، فركز ويايا، اهتموزين، الأشياء اللي يحتاجوا من عندك كبداية، الأشياء اللي تحتاجوا أنت حتى قبلت لتبدأ بالدورة معي، لو عندك معلومات عن لينيكس بسيطة، أوكي، ما عندك مشكلة، لو عندك معلومات عن فيدورة، طبعاً أنا عملت دورتين، تقدر تشوفها بالقناة الموقعي، وتقدر تشوفها بالقناة مالتي يوتيوب، عملت دورتين، واحدة هي فيدورة، ثانية هي سينتوس، لو أنت تابعت فيدورة وتابعت سينتوس الدورتين اللي أنا قدمتهم، فأنت في هذه الدورة، هتكون مسيطر بشكل فأق، كأنما محمد عيسى جالس أمامي، ليش؟ لأنه هي أصلاً ريدها تتصمم من فيدورة، أوكي، وسينتوس هي أصلاً مصممة من ريدها، فإذاً أنت لو درست فيدورة اللي أنا عملتها، ولو درست سينتوس اللي أنا عملتها، فأنت في هذه الدورة هتكون القائد، أوكي، أو للناس اللي فقط درسوا فيدورة، أو الناس اللي فقط درسوا سينتوس، أوكي، ما عندك أي مشكلة، أنت حتكون فتشي عظيم بمتابعتك هاي الدورة، الناس اللي كل شي مدرسوا نهائياً، مدرسوا أي شيء، أيضاً حساعدكم، لأن هاي دورة هي من الصفر، فإذاً حنلتقيوا إياكم بالدرس القادم، مع السلامة.